هنا في عرض المتوسط تقبع سفينة إنقاذ المهاجرين لويز ميشيل بانتظار مساعدة من حرس السواحل الإيطالي والجيش المالطي وعلى متنها 219 مهاجراً خفر سواحل الإيطالي أعلن إجلاء 49 مهاجراً في حالة سيئة من علامة سفينة لويز ميشيل معظمهم نساء وأطفال وعلى إثر غياب رد فوري للسلطات الإيطالية والمالطية في البداية انطلقت سفينتان إنسانيتان لمساعدة لويز ميشيل السفينة سي ووتشفور تابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية وهي حالياً في المتوسط وعلى خط موازن أرسلت مجموعة ميديتيرانيا اليسارية الإيطالية سفينة ماري أونيو من مرفأ يوغوستا في سيقلية لتقديم المساعدة لويز ميشيل السفينة التي استأجرها الفنانة الجرافيت البريطاني بنكسي لإنقاذ المهاجرين في المتوسط كانت قد أطلقت نداء لطلب المساعدة بعد انتشالها لعدد كبير من المهاجرين الأمر الذي عرقل تقدمها كما أبقت 33 شخصاً على متن زورق إنقاذ روبطة بالسفينة فيما توفي مهاجر على متنها أطلق على السفينة اسم لويز ميشيل نسبة إلى الناشطة الفرنسية التي عرفت بنضالها في القرن التاسع عشر وزيينت برسوم جرافيت البنكسي لويز ميشيل أبحرت للمرة الأولى في الثامن عشر من الشهر الجاري من ميناء بوريانا الإسباني قرب فانوسيا ترجمة نانسي قنقر